وتعالوا ناخد أول سؤال النهاردة من السيدة أم وليد أستاذ أم وليد تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة لقلتك زي حضرتك يا جيخ فضل ونعمة الحمد لله كل سنة وحضرتك طيب متأخرة بس دول الشهر يعني معنا احنا عندنا العدف عند المصريين كانوا بياخدوا ربيع كله الحمد لله ياخدوا ربيع كله احتفال وبعض العلماء كانوا بياخدوا الربيعين احتفالات برضو بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم حبيبي يا رسول الله بسأل حضرتك يا دكتور فضل العدل بين الزوجات يعني لما تكون زوجة معيها أربع بنات وزوجة معياش أولاد ده السؤال الأول طيب ماشي فيه سؤال تاني بقى فيه وحدة بتاخد معياش والدها ففيه إخوتها عايزين يقسموها في المعياش طبعا هي بجوزها متوفي بتاخد معياش أمها أو معاش أبوها فاخوتها دلوقتي عايزين يأخدوا منها يقسموها في المعياش لأمة نيوقفلها المعيش آي يبقى أيام بتجوزها جوزو عرف لأ 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 طب قوليني لأ هيوقفلها المعيش إزاي لا لاتديهم ليوقفلها هيوقفلها المعيش إزاي إحنا بقى كده بقى لا تدينا لأوقفلك المعيش طيب سؤال دي سؤال بسيط احنا عندنا من شروط المعيش عندنا ان بتاخد المعاش دي ما يكلهاش زوج لان الزوج هو اللي بيسرف عليها بينفق عليها بالزبط طب هي عندها زوج ولا ما عندها زوج لا متوفي متوفي طيب وهو كذلك يا فاني بتقول لهم لو حد لو جز واحدة فيه كومات خدوا انا بتقول له لا طيب يقول له انت عايزة اتموتي جوازنا هافل يا شيخ واسمع من حضري تكمسي على راسي على راسي اهلا وانساني بقى احدك تسألتني سؤالين السؤال الاولاني وكان السؤالين فيهم عدلة وكان السؤالين فيهم مع العدلة العدلة ما بين الزوجين العدل ما بين الزوجين العدل ما بين الزوجين العدل ده من اهم الحقوق الزوجية والحقوق ده حق لزوجين بالمناسبة العدل العدل ما بين الزوجين ما بين الزوج اللي حتى عنده زوج واحدة في عدل في عدل في الزواج ايه العدل ده ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ان هي يكون من العدل إن هي تعطي حقوقه زي ما هي بتاخد حقوقها ده العدل ما بين إذا كان في زوجة واحدة العدل ما بين زوجتين هو العدل فيما يتعلق بالنفقة والعدل مما يتعلق بالبيات المشكلة إن واضح إن إحنا بنتكلم على نوع تاني من العدل اسمه العدل بالاهتمام خليني أقول لحضرتك إن أنت بتكلمها على حاجة تانية اسمها الرعاية فهو العدل لازم تفصل ما بين نوعين من الحق الحق اللي بينك وبين الزوجة الأخرى والحق اللي الأولاد دول حق إين فإذا كان هو بيبات يوم هنا ويوم هنا هو ده العدل إنما أنت بتتكلمي على هو متجوز واحدة ما عندهاش أولاد وإنت عندك أولاد مثلا عندك أربع أولاد ففي حاجة اسمها حق الرعاية للأولاد ده مش حقك أنت ده حق الأولاد ليه بقول كده إحنا لسه كنا بنتكلم على النهار ده على إيه؟ على المسافة لما بتخلي الحق ده حقك أنت لما يتدايق منك ما يديش حق الأولاد في الرعاية وده غلط لكن دول حق إين؟ مش أنت بتاخدي حقك أنت ويولادك طبعا أنت بتحبي ترجحي كفتك بالأولاد بس ده بيدور للأولاد فأنت المبيت إذا كان بيبيت معك يوم وبيبات مع زوجته يوم ده العدل لكن هو واجب عليه حق تاني تجاه الأولاد أنه يرعاهم ويربيهم وكمان يحل مشاكلهم وكمان لأن من أعظم الاسم أن يضيع الرجل من يعول من يعول دول حكتين أنت وولادك فما تضيعيش حق الأولاد أن أنت تعتبر نفسكم أنت كلكم على بعض كده لأن تليك حق حق البيات والأولاد ليهم حق كمان حق اسمه حق الرعاية عشان كده لو هو زقل منك مش هيأثر في حق الأولاد وده شيء مهم جدا لازم نفهمه ولا يجوز أن الرجل إذا تضايق من المرأة واللي هي سكنة في بيت يوم يروحش البيت دوت والبيت دوت فيه أولاد ولازم يروح البيت دوت عشان أولاد دولا موجودين فيه ويرعاهم وده شيء مهم جدا 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 وإذا لم يقم بدا فهو آثم ليه؟ لأن دوت تضيع للأولاد إن من أعظم الإسم أن يضيع الرجل من يعود فأنت مسؤول عن رعاية الأولاد لدرجة عشان نعرف أن ده حق حق للأولاد لو هو طلق الزوجة بعد الشر يعني بيحصل إيه؟ بيفضل حق الأولاد موجود ينفق عليهم ويرعاهم حتى وهم مش أبناء زوجته ده بقت أبناء مطلقته يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى إذا حق الأولاد ده حق مستقل لازم الولدين يحافظوا عليه وده شيء مهم جدا في تصورنا لأحكام الشرعية الحاجة التانية اللي حديث سألت عنها مسألة المعاش ليس من حق أحد أن يطلب مالا لا يستحق وإذا فعل ذلك يكون آكلا لأموال الناس بالبقى فإذا كانت هي مستحقة المعاش لأنها متوفة عنها زوجها مش من حق أحد تاني لا تنطبق عليه لا تنطبق عليه شروط الحصول على المعاش إنه هو يطالب بدا ومش من حق أحد أن يعكر ولا يأزي حد ولا يأزيف نفسه ويعتبره أنه ظالم أنه بيأخذ مال لا ده قضاء ربنا وربنا بيوسيها على إن هي والحمد لله أن هذه القوانين موجودة عشان الناس لا تضيع فليه إحنا نفسد على الناس أموالها ونفسد على الناس ما كتبه الله لها من أرزاق ده رزقها ومحدش يطلب رزق أخي لأن اللي بيطلب رزق أخي ده بيضيق على نفسه والله سبحانه وتعالى بيأكله إلى نفسه وإذا كده رزقها وإذا أنتوا أخذتوا منها حاجة عن غير طيب نفس ده من أكل الأموال للناس بالباطل هي مستحقة لهذا المعاش وليس من حق أحد أن يأخذ منها شيئا من هذا المعاش والله أعلم